السادة والسيدات متابعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو اليوم سنشرح فيه على الحمل لدى القطط من بداية الحمل حتى الولادة وكيفية الاعتناء بها ومراقبة حملها وكيفية ولادتها كثير من المعلومات سوف تفيدك جداً إذا كنت من مربين القطط فهذا الفيديو لكنت تابعوني بعد الفاصل القصير إذا كان لديك قطة حامل أو إذا كنت تفكر في الحصول على قطة فقد تتساءل عن كيفية مراقبة حملها هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للتأكد من أن قطتك بصحة جيدة وسعيدة أثناء الحمل من المهم أن تأخذ قطتك إلى الطبيب البيطري لفحصها بمجرد أن تعتقد أنها حامل سيتمكن الطبيب البيطري من تأكيد الحمل وإعطائك موعداً تقديرياً للولادة سيتمكنون أيضاً من الإجابة على أي أسئلة لديك حول رعاية قطة حامل بعد التأكد من أن قطتك حامل هناك بعض الأشياء التي يجب عليك فعلها لمساعدتها خلال فترة الحمل أطعامها نظاماً غذائياً مغذياً تحتاج القطة الحامل إلى سعرات حرارية أكثر من المعتاد لذلك من المهم إطعامها طعاماً عالي الجودة وغنياً بالعناصر الغذائية اسأل الطبيب البيطري عن توصيات بشأن الطعام الذي يجب إطعامه لقطتك الحامل حافظي على سلامتها من التوتر من المهم أن تحافظي على قطتك الحامل هادئة وخالية من الإجهاد تجنب تحريكها كثيراً أو إجراء أي تغييرات كبيرة في بيئتها 1- قم بضبط أسلوب أكلها في الثلث الأخير من الحمل عندما تصل القطة الأم للثلث الأخير من حملها تقريباً 42 يوماً أو عندما تظهر بطنها بوضوح ستختلف احتياجاتها الغذائية لذا تأكد من حصولها على الكمية المناسبة من الطعام والعناصر الغذائية حافظ على روتينها الغذائي في أول ثلثين من الحمل في الثلث الأخير قم بإطعامها طعام القطة الصغيرة والذي يحتوي على سعرات حرارية أكبر لكل كمية صغيرة منه لأن الرحم سيضغط على معدتها وهذا سيقلل قدرتها على الأكل لذلك طعام الصغار مثالي لها 2- اصنع منزلاً 3- القطة تحتاج لمكان دافئ وهادئ وآمن للولادة وقطتك ستتطلع لمكان مثل ذلك للولادة فيه عن عمد 4- قطتك ستظهر علامات البحث عن مكان الولادة قبل أيام عديدة منها وهذه هي الفرصة المثالية لتوجيهها للمكان الذي قمت بإعداده لها 5- غرفة الغسيل أو الحمام أماكن مثالية لذلك فقد تأكد من عدم وصول الأطفال والكلاب لهذه البقعة في أي وقت 6- يجب أن تشعر الأم بالأمان والراحة في منطقتها 7- يجب أن تصل بسهولة لماء مظيف وكمية من الطعام وصندوق الفضلات والذي يجب وضعه على بعد قدمين منها تقريبه منها يمكن أن يزيد فرصة الإصابة بالأمراض حاول إيجاد صندوق كرتوني كبير بحوف عالية ووضع أشياء ناعمة قديمة فيه مثل المناشف والبططين المزغبة والجرائد أي أن كانت المادة التي قررت وضعها يجب أن لا تحتوي على روائح قوية لأن الأم والصغار يتواصلون عن طريق للرائحة 3- حضر قطتك للولادة وصل إطعامها طعام عالي الجودة وراقب أي انخفاض في شهيتها والذي سيكون علامة على قرب الولادة إذا كانت قطتك ذات شعر طويل سيتوجب عليك قص الشعر حول منطقة الفرج مقدما حوالي يومين أو أسبوع قبل الولادة بعض الناس ينصحون أيضا بإبعاد الشعر حول الحلامات لتسهيل وصول الصغار للحلامات ورضاعتها إذا لم تستطع تقليم قطتك في ذلك الوقت لا تقم بذلك مطلقا حيث سيسبب ذلك تشتت للصغار في التعرف على رائحة الأم الطبيعية بعد الولادة أربع حضر نفسك للولادة بالإضافة لصندوق الولادة والطعام والماء وصندوق الفضلات يجب تحضير أدوات لاستخدامها في حالة الطوارئ ضع حامل القطة بالقرب منك لاستخدامه في حالات الطوارئ واحتياجها لطبيب بيطري اشحن هاتفك الجوال وأحصل على رقم الطبيب البيطري أو أقرب مستشفى بيطرية في حالة الطوارئ أحصل على مناشف نظيفة ومجهزة في حالة الحاجة لتنظيف الصغار قم بشراء لبن قطة مجفف مخصص للصغار وزجاجة لإرضاعهم من محل الحيوانات القريب منك في حال حدثت أية مشكلة خمس راقب مدة الحمل هناك مساحة للمناورة في مدة الحمل لأن من الصعب التاريخ المحدد له ولكن إذا زادت عن سبع وستين يوما يجب عرضها على طبيب الطبيب البيطري ربما يقوم بالكشف على بطنها للتأكد من صحة الصغار وسيقترح الانتظار من أربع إلى خمس أيام أخرى إذا لم تلد القطة خلال ذلك قد يتطلب الأمر ولادة قيصرية راقب أية علامات تعصر يجب مراقبة أية علامات على المرب أو الإفراز غير الطبيعية الإفرازات غير الطبيعية إفرازات فرج القطة ليس طبيعيا أثناء الحمل الإفراز باللون الأصفر المخضر يدل على عدوى الرحم ست الإفراز الأخضر الفاتح يدل على انفصال المشيمة والإفراز الدموي على تمزق المشيمة إذا وجدت أي من هذه العلامات تواصل مع طبيبك في الحال المرض الحمل يسبب توتر في الجسد ويضعف جهاز المناعة إذا بدت الأم مريضة قيب إسهال كحة رشف نقص في الشهية أفحصها عند الطبيب سبعة مساعدتها أثناء المخاض حافظ على بعض المسافة حاول تقبل فكرة أن قطتك لن تحتاجك ولكن وجودك في المنطقة سيطمئنها أبقى بعيداً قليلاً كي لا تعوق الولادة أو تتطفل علىها ولكن قريباً كفاية للتدخل عند الضرورة كنا مستعداً لأي تعقيدات وعرف العلامات ثماني اعرف علامات المخاض عدو نفسك على علامات المخاض المخاض يسمى عموماً بالمرحلة رقم واحد وسيستمر بين 12 و24 ساعة والعلامات تتضمن الخمولة أو الأرق والبحث عن مكان للاختباء أريها الصندوق الاستعداد المفرط ولعق الفرج اللهث والتنفس بصعوبة الخرخرة والبكاء بصوت عالي انخفاض درجة الحرارة بمعدل درجتين على الأكثر من المعدل الطبيعي 38.9 درجة سليزية التوقف عن الأكل التقيئي إذا اكتشفت نازيف دموي صارع بطلب الطبيد النازيف هو علامة على حدوث خطأ ما أثناء الولادة ويجب عليك الحصول على مساعدة طبية فورية 9. اغسل وعقم يديك في حالة تدخلك للمساعدة اخلع ساعة يدك والخواتم واغسل يديك بصابون يدين مضد للميكروبات 10. افرق الصابون على يديك ومع صميك 11. يجب أن يبقى الصابون في يديك خمس ثوان على الأقل مع الفرق طوال الوقت 12. استهدم فرشات أظفار أو فرشات أسنان قديمة للوصول لأسفل أظفارك 13. لا تستخدم معقم اليدين 14. فإنه لا يقتل كل الجراثيم فأنت لا تريد لقطتك لعق مكونات المعقم من على الصغار 15. لأن ذلك سيصيبها بالمرض 15. غسل اليدين مجرد إجراء وقائي بينما ستهتم القطة بالصغار بنفسها 16. التدخل فقط في حالة تعرض الصغار لمشكلة 17. وبعد ذلك قم بإرجاعهم لها بسرعة قدر المستطع 18. راقب وصول كل صغير 18. عندما تدخل الأم مكان الولادة المخصص لها وتبدأ العملية 19. أفضل شيء يمكنك فعله هو البقاء هادئا وجاهزا ومراقبة وصول الصغار 19. حاول إبقاء نفسك والبيئة حول القطة هادئة 20. إذا كان هناك أي مشتتات أو حيوانات بالجوار أو إذا تم نقلها لمكان غريب ستؤخر الولادة 21. عندما تبدأ المرحلة الثانية من الولادة سيتطور الأمر كالتالي 22. عنق الرحم سيبدأ بالتراخي وستبدأ تقلصات الرحم 23. عندما تبدأ التقلصات سيصل الرضيع الأول لقناة الولادة 24. التقلصات ستستمر من 2 إلى 3 دقائق وستجلس الأم في وضع حناء 25. ربما تبكي أو تلهث 25. السائل المحيط بالجنين فقاعة الماء ستنزل أولا وسيتبعها الرضيع سواء الرأس أو الكفوف الخلفية 26. بمجرد بدء المرحلة الثانية من المخاض سيستمر الأمر من 30 دقيقة إلى ساعة ثم سيولد الرضيع الأول 27. كل رضيع سيأتي بعد نصف ساعة تالية أو ربما ساعة كاملة 28. إذا واصلت القطة الدفع بقوة بدون خروج رضيع آخر لأكثر من ساعة هذه علامة على حدوث مشكلة 29. انظر لمعرفة إذا ما كان هناك أي شيء على شفاه الفرج 30. إذا لم يكن هناك أي شيء من الأفضل مراجعة الطبيب 31. إذا كان هناك رضيع بالخارج اجعل الأم تدفع لمدة خمس دقائق أخرى 31. إذا لم يحدث أي تقدم تغسل يديك وحاول شد الجزء الظاهر من الرضيع بهدوء يفضل في نفس وقت تقلصات رحم الأم 32. إذا لم يخرج الرضيع بسهولة حادث الطبيب 31. تأكد من أن الأم تزيل الكيس المحيط بالجنين وتنظف كل رضيع 32. عادة ما تزيل الأم ذلك الغشاء عن طريق اللعق السريع للراضيع 33. وكنتيجا لذلك يجب أن يتنفس الرضيع ويتحرك خلال ثوان 34. إذا لن تقم بإزالة الغشاء بسرعة 35. قم أنت بإزالته من حول وجه الرضيع بيديك وإقفازك المعقمين لتتأكد من أنه يتنفس 36. نظف الوجه بمنشفة نظيفة وجفة 37. قم بإرجاع الرضيع للأم بسرعة قدر المستطاع 38. وللضرورة قم بوضعه أسفل أنفها 39. وستقوم هي بلعقه 39. بينما إذا تجاهلت الأم الرضيع وظل مبللا ومرتجفا 40. قم أنت بتجفيفه بمنشفة جفة ونظيفة 41. هذا الفعل سيجعل أيضا الرضيع يصرخ 42. وبالتالي سيلفت انتباه وعطف الأم 41. في هذه المرحلة ضع الرضيع بالقرب من الأم 42. ابحث عن المشيمة 43. هناك مشيمة واحدة لكل رضيع ويجب أن تطرد خارج الرحم بعد ولادة كل منهم 44. لاحظ خروج كل واحدة لأن بقائهم داخل الرحم يمكن أن يسبب العدوى وموت الأم في حالة عدم التدخل الجراحي 44. لا تتعمد شد المشيمة للخارج 45. إذا سحبت الحبل السرية وسبب ذلك تمزق الرحم ستموت الأم 46. إذا كنت تشك في وجود إحدى المشيمة داخلها استشر الطبيب 47. لاحظ أن الأم غالبا ما تأكل المشيمة 48. المشيمة مليئة بالهرمونات والعناصر الغذائية التي يجب أن تعود لجسدها 49. لذا لا تتدخل في هذه العملية فقد تأكد من عدم محاولتها أكل الرضيع مع المشيمة بسبب نقص الخبرة 50. يمكنك تركها تأكل أول مشيمتين أو ثلاثة ثم تبعد الباقي 51. لأن الكثير من العناصر الغذائية قد يسبب تقي أو إسهال 53. لا تقطع الحبل السري 53. هناك نصيحة عاملة بأن لا تقطع الحبل السري الخارج من المشيمة 54. معظم الأمهات ستنبغه بنفسها 55. إذا لم تفعل الأم استشر طبيبك 55. لا تقطع الحبل السري إذا كان جزء منه ما زال بداخل الأم 56. لأن الحبل السري متصل بالمشيمة 56. وربما تظل المشيمة بداخلها هكذا ولا تخرج وهذا سيؤدي إلى عدوى وموت الأم 57. بدلا من التدخل بنفسك كلم طبيبك واتبع تعليماته 57. تأكد من إرضاع الصغار بأسرع ما يمكن 58. اللبن الأولي يحتوي على سرسوب من الأجسام المضادة المفيدة للصغار 58. يجب أن تعرف أن كل صغير أصم وأعمى عند ولادته 59. لذلك سيحاولون الوصول لحلامات الأم عن طريق اللمس والشم 60. أحيانا يقومون بذلك مباشرة وأحيانا أخرى ينتظرون بضعة دقائق بعد ولادتهم 61. ربما تنتظر الأم حتى ولادة جميع الصغار قبل السماح لهم بالرضاعة 62. ولكن إذا بدت الأم رافضة للصغار قم بتجهيز اللبن المجفف الذي قمت بشرائه وقم بإطعامهم بنفسك باستخدام الزجاجة المخصصة لذلك 63. اهتم بصحة الصغار 64. بعد ولادتهم راقبهم للتأكد من تأقلمهم بشكل طبيعي 65. إذا أصدر رضيع منهم صوت قرقرة هناك سائل ما في مجرى الهواء الخاص به 65. احمله بين يديك وضع رأسه على أطراف أصابعك 66. اجعل يديك بمثابة 67. اهتم بصحة الصغار 68. بعد ولادتهم راقبهم للتأكد من تأقلمهم بشكل طبيعي 69. إذا أصدر رضيع منهم صوت قرقرة هناك سائل ما في مجرى الهواء الخاص به 69. احمله بين يديك وضع رأسه على أطراف أصابعك 70. اجعل يديك بمثابة حامل للطفل 71. قم بأرجحة الطفل 72. هذا سيجعل السائل يخرج من رئتيه 73. استخدم شاشا لمسح وجهه 74. تأكد من استخدام قفازات 75. ولكن كن حذرا لأن الرضيع زلق جدا 75. إذا بدت الأم غير مهتمة بالأطفال 76. حاول نقل رائحتها إليهم 77. إذا استمرت في التجاهل ستحتاج للاهتمام بهم بنفسك 77. هذا سيتضمن رعايتهم وإطعامهم 78. وهذا ما لا يتضمنه المقال لذا راجع طبيبك 79. لا تفزع إذا أجهض أحد الصغار 79. فقد تأكد من أنه ميت بالفعل قبل التخلص منه بشكل لائق 80. حاول إعادة إحياء الصغير عن طريق فركه بلطف لتحفيزه 81. استخدم من شفة وجه دافئة لذلك 81. يمكنك أيضا تجربة رفع وخفض أرجله أو النفخ في وجهه وفمه 81. اهتم بصحة الأم 82. ضع كمية وفيرة من الطعام الجيد والماء العذب بجانبها بعد انتهاء الولادة 82. هي لم ترغب بترك صغارها سواء للأكل أو للذهاب لصندوق الفضلات 83. لذا ضعهم بالقرب منها قدر المستطاع لجعلها تهتم باحتياجاتها الشخصية وبصغارها معا 84. من المهم لها أن تأكل لتحافظ على طاقتها وتنقل العناصر الغذائية لأطفالها 85. خلال اليوم الأول ربما لن تستيقظ على الإطلاق 86. ضع الطعام بجانب سريرها 87. راقبها للتأكد من شفائها من الولادة وارتباطها بصغارها 87. سبع عشر نصائح إضافية عند اقتراب وقت الولادة 88. ضع أغطية وبططين غامقة اللون على سريرك 89. لأن الأمة قد تقرر الولادة عليه بدلا من مكانها المخصص لذلك 89. لأنها تشعر بالحميمية والأمان على السرير 89. لا تقترب من القطة خلال الولادة إلا عند الضرورة 89. وإلا ستقوم بعضك وخربشتك 90. اقترب منها فقط إذا احتاجتك خلال المخاض 90. إذا لن تكن مربيا للقط 91. حاول تعقيم قطتك لصالح القطة الصغيرة القادمة 92. معظم الصغار ينتهي بهم الأمر بالتدور جوعا 93. أو يصبحون قطة شوارع 94. أو مصيرهم الموت الرحيم 95. وأيضا لصالح الأم 96. حيث أن تعقيمها يقلل من مخاطر إصابتها بتقيح الرحم 96. تقيح الرحم يحدث عند امتلاء الرحم بالقيح بعد دورة الحرارة 97. مما يؤدي إلى العدوى والموت الفوري لقطتك 97. لا تتدخل في مرحلة الولادة إذا لم يتطلب الأمر ذلك 98. أشياء ستحتاجها محلول مطهر 98. بيتادين 99. كمثال 99. ستحتاجه لتطهير أي شيء ستستخدمه بالقرب من القطة 99. مثل المقص وملقة الجراح 99. وأيضا للحبل السري بمجرد قطع 99. ملقة جراح صغير 100. زر طبيبا أو محل حيوانات قريب 100. مقص غير حد 100. شاش قفازات مطاطية مناشف وأغطية 100. وبططين قديمة ونظيفة لوضعها مكان الولادة صندوق كرتوني بجوانب مرتفعة للأم والصغار لبن بديل وزجاجات للصغار إذا لم تنتج الأم لبنا 100. إذا كنتم ما زلتم مستمرين في المشاهدة 100. نعلمكم بأننا وصلنا لنهاية الفيديو أشكركم جزيل الشكر 100. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً لكم